تم الإعلان عن إصدار لسلسلة كتب الجريمة السويدية الشهيرة ميلينيوم التصدر منها ثلاثة أعمال مقبلة بعد ثلاثية ستيغلارسون الأساسية التي نشرت بعد وفاته ثم الثانية التي تولها كاتب آخر من ذوي المؤلفات الأكثر مبيعا أعلنت دار بولاريس السويدية للنشر أنها حصلت على حقوق إصدار ثلاثة أجزاء جديدة من مغامرات صحفية الاستقصائي ميكايل بلومكفيست والمقرصنة المعلوماتية لسابث واعتبر مدير النشر في دار بولاريس يونس أن تأمين استمرارية هذه القصة المحبوبة جدا أمر مبهج ومشرف وتشكل سلسلة ميلينيوم أي الألفية أحد أهم الأعمال المنشورة في القرن الحادي والعشرين إذ بيعت منها أكثر من مائة مليون نسخة ونشرت في أكثر من خمسين دولة في كل أنحاء العالم واقتبست مرات عدة سينمائيا لكنها ترافقت مع مصير مأسوي ولم تقتصر عناصر نجاح ميلينيوم على السيناريو الجذاب الذي يميز روايات الجريمة في الدول الإسكندنافية بما يتضمنه من أسرار عائلية بل أشيد به كونه نقدا اجتماعيا بارزا للسويد المعاصرة ولمخاطر التقدم التكنولوجي واليمين المتطرف على الحريات وكذلك للعنف ضد المرأة ودور وسائل الأعلام ترجمة نانسي قنقر